تدخل الأزمة السودانية شهرها السادس وما من حلول تلوح في الأفق تصعيد عسكري متبادل وعقوبات أمريكية تشكل سياسة لتقويض الأطراف التي تغذي النزاع جديدها مسؤول سابق تولى وزارة الخارجية في عهد الرئيس المعزول عمر البشير ليصبح لاحقاً زعيماً للحركة الإسلامية السودانية علي كارتي ترى واشنطن أنه وغيره من الإسلاميين السودانيين المتشددين يعيقون نشاط الجهود الرامية إلى التوصل لوقفاً لإطلاق النار في سبيل إنهاء الحرب الحالية بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والمدنيين السودانيين يعرف عن علي كارتي أنه كان قيادياً في حزب المؤتمر الوطني المنحلة وقائداً لقوات الدفاع الشعبي أو الأمن الشعبي التي توجهوا إليها أصابع الاتهام لفض اعتصام المتظاهرين السودانيين بالقوة أطلق عليه لقب ملك الإسمنت في السودان وهو الملاحق جنائياً على خلفية قضايا فساد مالية وحيازة عدد ضخم من الأراضي السكنية دون وجه حق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر